السلام عليكم و مرحبا بكم من جديدة لقناة شيوات ام انصاف معكم فرح فيديو جديد و اقتراح جديد اليوم شاء الله جيت غدي نشارك معكم انتخو مي بلا موس شوكولا و لا نسيغ ديال فاني كنتمنى انهتنا الاعجاب ديالكم تبعوا معي المراحل الاخر الفيديو ندوزو الطريقة و المكونات وعلى بركة الله و اندوب اول حاجة هي الجينواز للبنات البنسبة الجينواز رانيش اركتا معكم في عدة فيديوهات و عدة مرات الجينواز المعتمدة عندي لي ما تخطانيش لحمد لله دائما كتنجح ليوم ما تحشمنيش غيموا اخران البنات رانيش اركتا معكم فلياد اخرى اللي احديت لكم الى بغيتو غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف ايضا غادي نخلي لكم المكونات ديال الجينواز مكتوبين في صندوق الوصف هاد الجينواز كتجي رائحة بزافة البنات وكتجي غزالة وناجحة مليون في المياه كيف ما كتشوفوا معايا هنا بعد ما طيبت الجينواز وخرجتهم الفران كنت سنعليها حتى كتبرد ومن بعد غادي نقطعها بواحد الاطار للقطر دياله 20 سنتيم غادي نحييط دوك الجواني بمطابعة الحال جواني براه ماكي اللوحوم كنحتاف ضو بيهم كنوش ضو بيهم يا اما بوب كيك او للي ماجنوم او للي ماجنوم او لوليداتنا سفينا البنات الجينواز دياليها بعد ما قطعتها غادي نحطاف واحد الصحن على جنب وغادي ندوز باش غادي نحضر طبقة المقرمشة عندي فيها خمسين جرام ديال بخاليني ديال اللوز مع خمسين جرام ديال شوكولة اوليب الحاليب وعندي ستين جرام ديال فيوتين هنا البنات كنضوب شوكولات بالحليب مع واحد معلقة صغيرة ديال الزيت وكنضيفه على البخاليني وكنخلطهم مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا وكنحاول البنات باش كنبردك شوكولات شوية مايبقاش سخون باش منين ضيف الفيوتين يبقى محافظ على القرمشة دياله ما تضيفوش البنات رقائق الفيوتين على شوكولاتو هو سخون لانهم غادي ارتابو ما غاديش يبقى محافظين على القرمشات ديالهم سفي هنا بعد ما كنضيف رقائق الفيوتين على الشوكولاتو البخاليني كنخلطهم زيان باش كنتحصل على هاد الخاليط هذا ديال طبقة ديال كوكو ومن بعد البنات غادي ناخدو داك الطبقة ديال كوكو اللي حضرنا اولا داك الخاليط ديال كوكو وغادي نصرحوه فوق من الجينواز كطبقة اللي تكون رقيقة كن اكد البنات بنسبة لها الطبقة المقارمشة تكون رقيقة يعني مسرحة فوق من الجينواز طبقة اللي هي رقيقة باش مني تكونوا تقطعوا لطخومي ديالكم او لالغاتو ديالكم تقطع لكم بكل سهولة ومتجيكم شخص حالي انه إلا كانت هاد الطبقات ديال ديال كوكو فكتمحن شوية فتقطعوا كاتجي شكل ديال عيني مزوينش فمن الاحسن دلو هاري طبقة رقيقة سوفينا يا كيف مشو معي بعد ما كنقاددها بسباتيل كنقادد على الجينواز ديالي كاملة بهتشكل هاد الطبقة اللي كاتكم تساويه ومن بعد كندخل هالتلاجة اه لما نحضر لاموس وشوكولا هانتوما هاي واجده دابا غادي ندخل هالتلاجة وبنسبة لاموس وشوكولا غادي نحتاجو فيها ميتين وثمانين ميلي ديال كريمة السائلة مع مية وخمسين ميلي ديال حليب عندي ايضا ميتين جرام ديال شوكولاة سوداء انا اختارت انا يا شوكولاة غيش نوعية بزيانة بشهاك لاموس ديالكم حتى هي تجي الديدة هنا عندي جوج اوراق ديال جيلاتين ونصف غادي ندوزو الطريقة مباجرة كيف ما العادة واول خطوة اللي هي الوريقات ديال جيلاتين غادي نرطبوهم في الماء يكون بارد وغادي نخليوهم علاجا وغادي ندوزو الباقي المراحل غادي ناخد واحد الكاثرون وغادي نوضع فيه ذاك الحليب ونبعد نحوط الكاثرون ديالي على نار اللي تكون متوسطة نخلي ذاك الحليب فوق من النار حتى يوصل لدرجة الغلايان وانبعدا البناس ما كيوجد عندي الحليب وكيوصل لدرجة الغلايان كنحيدة ومرفوق النار وهنا غادي نضيف لي ذاك الشوكولاة الاسود كيف ما اذكرت انا خدمت بشوكولا غيش سوف نخليه غيه 1-4 ديال التوانيع لما ياخد الحرارة ديال ذاك الحليب وهنا البناس غادي نضيفه علي الوريقات ديال الجيلاتين بعد مرطبو عصرناهم ايضا من الماء كنعصرهم زيان وسوف نخلطو الحليب مع شكلات والجيلاتين بهتشكل هذا اما بالفوي او لا ممكن استعملو الميكسور إلا حسيتو بانا القطع ديال شكلات ما دابوش ولا ايضا دوك الوريقات ديال الجيلاتين بحمل احسن انكم تميكسيو الخليط ديالكم باش كتكدو بانا الوريقات ديال الجيلاتين اختفو ودابو في الحرارة ديال الحليب وايضا دوك القطاع ديال الشكلات مهم خسنا ان تحسنوا على خليطي يكون سائل بهات شكل هادا وكيكو الليس هنا البنات غادي نخليو هاد خليط هذا ديال الحليب والشكلات والجيلاتين باش كتبطو درجة الحرارة ديالو ضروري البنات كن اكد على هاد المرحلة هاد هاد الخليط خسو يبرد عد باش ممكن نكملو بقي المراحل سافي هنا غادي نخلي الخليط ديالي على جنبو في هاد الاتناء غادي ندوز باش نطلع لها كخيم ديالي وبالنسبة لبنات لها كخيم مل احسن تكونوا واضعينها من قبل سواف تلاجة او لف المجمد باش هاكم ننطلعوها ضغيات تطلع لكم وتعونكم حتى في الخدمة هنال البنات ماشي بدرورة تطلعوها بالبطوع فممكن تطلعوها فقط غير بالفوي لانا ما محتاجينش تطلعوها شانتي اللي تكون قاسحة غادي نطلعوها فقط غير ميمونتي كيف ما كتشوفه معايا كيكون القوام ديالها شوية خفيف هادا هو القوام اللي خصنا نتحصل علي لذلك وخات خدموها غير بالفوية البنات وخاكت حتى شوية ديال الوقت هنا البنات بعد ما طلعنا لكخيم ديالنا ميمونتي كان ناخدو الخالد ديالجة شكولات مع الحليب والجيلاتين ضروري تكون هابط له درجة الحرارة يعني يكون بدرجة حرارة ديال المطبخ نضيفوه على الكخيم ديالنا نضيفوه على دفعات من طبيعة الحال وكيف العادة كنخلطوه من الأسفل للأعلى بالنسبة المبتدئات هذه نقطة مهمة البنات اللي اول مره غتجرب القاتو غلاسي من الاحسن انها تخدم سباتيل وتخلط من الأسفل للأعلى باش هكما تطيحش القوام ديال الكخيم اللي طلعنا سافحتها كنتحصلو البنات على لاموس وشوكولات كيف ماشتو معايا ونا غادي ندوز باش غادي المنتي القاتو ديالي نخطيت الايطار للقطر ديالو 22 سنتيم غلطتو بسلوفا وحطيتو فوق داك الساحن كيف ماشتو معايا وهنا غادي نفرغ فقط نصف الكمية ديال لاموس وشوكولات إلا لحتونا كنمنتي القاتو بالمقلب باش هكا يجيني الوجه ديالو سافي كيف ما لحتو نفرغ فقط غاين نصف الكمية ديال لاموس وشوكولات وهنا غادي نجيب لانسيغ ديال فاني سمحوا لي بزاف لقيت المقطع اللي صورت فيه هاد لانسيغ ديال فاني التحدف بنسبة المكونات ديالو ان شاء الله غادي نخليهم ليكم مكتوبين في صندوق الوصف طريقة ديال خدمة ديالو سهلة وهاد لانسيغ البنات هادا ديال فاني مل احسن تخدموه ولو اللي انه تبغي يبقى في ثلاجة اربعة احتى ثلاثة من ثلاثة احتربعة ديال سوي على البنات باش هكي يقبط فراس ويتماسك عاد ممكن البنات تخدموا به اول حاجة اللي يخصكم تخدموها هي هاد لانسيغ البنات وممكن تستخدمو عليه من طبيعة حالي لما بغيتوش وتديرو اي لانسيغ اخر سواء ديال كراميل او لا لانسيغ ديال الفريز مهم البنات تخصوه ضروري يبقى في المجميد بين ثلاثة حتى الربعة ديال الساعات عاد ممكن تخدمو بي يعني تحضرو لانسيغ هو اللو عاد دوزو الجنواز و لاموس و شوكولة سوف البنات بعد ما احطيت لانسيغ ديالي من بعد كنفرق منو ذيك الكيميا المتبقية ديال لاموس و شوكولة ومن بعد كنجيب الجنواز مع طبقة المقرمشة وكنحطيها حتى هي فوق من الاموس طبقة المقرمشة هي الي كتكون على الوجه ديال لاموس وبنسبة الجنواز كتبقى هي الفوقانية ونغلف اولا كندير سلوفا على الاندخومي ديالي وكندخلها المجميد للك كاملة حتى كتكون جلال بلد داروري الاندخومي ديالكم تخليوها للك كاملة في المجميد باش كتكون جلال لكم ممليس بريوت غلاسي وها تجيكم سهل لفل غلاسي ومطيحش لكم فهد نقطة حتى يرى مهمة صافيا البنات هنا يا بعد ما خليت لاندخومي ديالي للكاملة في المجميد وتكون جلال كيف ما كتشوفو غادي ندوز باش غادي نحيدها او غادي نديمو لها غادي نحيد ذاك سلوفا وغادي نحطها فوق من واحد زلافة باش غادي نحيد لها ذاك الاطار هنا البنات ممكن تاخدو شليمو او لا غيسو شوار تخدمو في الجيها سخونة ودوزو على الجوانب ديال السيركل باش هك هكد غيا يتزول لكم ويتحيد على لاندخومي بلا ما يتخسر لكم شكل ديالها او لمو ممكن تديرو غادي ايديكم هالشكل ولا تاخدو حتى الفوطة وتفزقوها بالماء سخون ودوزو هالجوانب حتى كيتطلق لكم داك السيركل على لاندخومي وكتحيدو داك الاطار بكل سهولة بلا ما كيتخسر لها الشكل ديالها هانتو مطاريخة كيفاش البنات انا بقيت كنخدم غيبي ايدي كندوز ايدي عليها باش كنحيدو داك التلج لي كيكلها في الايطار ومن بعد كندموليها بكل سهولة سافي هنا غادي ندوز باش غادي نغلاسيها بنسبة القلاساج البناترا شاركتو معاكم في واحد الفيديو ديال لاندخومي ديال لاموس وشوكولا هادا القلاساج غادي نخلي لكم حتى هو يعني المكونات ديالو مكتوبين في صندوق الوصف هذا القلاساج هادا كيجي خطير بزافة البنات كيجي رائع رائع برائع المكونات ديالو حتى هم راسالين ما كان نخدموش بالكاكاو كان نخدمو بشوكولا اولي او لا بشوكولا نواخ طبعا الحال شوكولاة كتستعملو نوعية مزيانة اللي هو غيش و هنا بعد ما باداك القلاساج يعني يقبط في القاتو كان حيدو ليدوك دميعات وكان هزو القاتو ديالنا غادي ندير هنا يوحد تزيين اللي هو خفيف فالبنات ممكن نديرو اي تزيين بغيتو اخديت هنية اللوز كونكاسي محمر وضوزتو على الجوانب ممكن تعوضو بالفيوتون او لبرقائق الشوكولاة را هم توفرين عند اللي تي بيعو لوازنة الحلويات حتى هما كيجيو زوينين في الدكور وفي تزيين ديال اللي قاتو سافي كان قاكا ندوز داك اللوز كونكاسي على الجوانب ديال لانتخومي ديالي كاملين بها الطريقة باش كيعطيني ايضا واحد تزيين اللي هو زوين ومو بسر ممكن تزينو كيف ذكرت باي حاجة او لا تخليوا لانتخومي ديالكم بلا ما تدلوا لها هاد طريقة هدي ديال تزيين في الجوانب وصافي هنا غادي نحط لانتخومي ديالي في صحن ديال التقديم بنسبل هاد اللانتخومي هادية را كنت حضرتها في شهر سبعة يعني هذا الفيديو راه قديم ويلا شاركتو معاكم كنتمنى انا وينا الاعجاب ديالكم وكيف العادة تشجعوني كان لغاتو وجدتو في عيد ميلادي هنهي البنات غي قبلو على ديالك الكتابة اللي كتبت في الفق كتبت ويزاني في غسيغ فارح وصافي كان هذا هو الشكل نهائي ديالغاتو اللي شاركت معاكم اليوم كنتمنى انه هنا الاعجاب ديالكم وكيف العادة وما تنسونيش بتشجيع بلايك واشتراك وتخليوا لي واحد تعليق زوين كيفكم ومن هنا غادي نودعكم الى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم اقتراح جديدة وتنفي رعاية الله